هلو بنات شونكم شاخباركم شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وعافية يا ربي قبل ما نبدأ الفيديو مالتنا اتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى وصلكم كل شي جديد وحتى تستفادوا وتفيدوا وياكم اللي خلوا نقول ما مشتركين بالقناة بنات مثل ما تشوفون عدنا هذا اللون طبعا صاير الجذر طالع واللون الصبغة كلون الصبغة ما هو وعدها شوية شيب طبعا بنات رح اصبغلها صبغة بالبداية اوحدلها لون الشعر واليوم الفيديو مالتنا طبعا كلش طويل وبيه فقرتين مهمة يعني قبل ما ابدأ واصبغ الشعر اختار اللون بصورة صحيحة يعني اعرف شنو رح اخلي على الشعر ورح يطلعلي لون حلو واعرف انو رح اقدر اشتغل فوقها لو ما رح اقدر اشتغل فوقها استخدمت بنات ثمانية فاصل ثلاثة واستخدمت ست عفو سبعة فاصل احد عشر من كل عصارة استخدمت عصارة اللي ربع انتي حسب طول شعرك الكميات متساوية يعني عصارة بعصارة او عصارتين بعصارتين حسب طول الشعر الكميات متساوية من الصبغتين استخدمت وياهم اوكسيجيني عشرين واكيد حركت الصبغ مثل ما متعلمين انو قبل ما نبدأ نصبغ الشعر نختار اللون المضبوط اللي اني خلي نقول رح تقتنع بي الزبونة وراح اني اقتنع بيه وفيما بعد اذا رادت خصل او رادت خلي نقول تغير او رادت كذا تقدر تصبغ علي فاحنا اليام رح نسوي هاي الفقرتين كلها بيوم واحد وبصبغة واحدة بنات رح تصبغ الشعر صبغة عادية من الجذور للاطراف تريدون من النص للاخر تريدون هو شون ما هو اسمه صبغ توحيد لون يعني انا ما مخلي لون فاتح ولون غامق او خلي نقول عندي صبغة جذر تختلف عن صبغة الاطراف صبغة عادية بنات اللي اريد اوصل لكم يا من تجون تختارون لون شعركم عندك الجذر طالع والاطراف خلي نقول بها صبغة قديمة اهم شي اللون اللي اختاره يخلي عندي تناسق بين الجذر والاطراف يخلي عندي تناغم بين الجذر والاطراف يعني مو اني اختار صبغة تكون فاتحة كلش وخليها عالجذر وعالاطراف الجذر عندي رح يفتح كلش هواية يعني الجذر شعر طبيعي والاطراف ما رح يصير لهاشي فراح يصير عندك الجذر افتح من الاطراف فهي أساسا مواردة بالصبغ كله ممكن تكون الأطراف أفتح من الجذور إيه بس الجذر أفتح من الأطراف لا مستحيل فبنات الفكرة من موضوع أنه كل فيديو أشرحكم وأقولكم اختاروا اللون اختاروا اللون قبل ما تقررون شنو تصبغون شعركم اللون أهم شي اختيار الصبغة واللون أهم شي هو بالصبغة هل هو راح يناسبت يناسب شعرتك زين يناسب بشرتك زين أنت عندك شيب راح يغطي الشيب زين عندك شيب وعندك جذر طالع وعندك صبغ من جوه راح يناسب فدائما بنات خلوا اختياركم خلوا نقول يعني على راحتكم حتى تعرفون شنو تختارون بنات مبدئيا هاي توحيد اللون موحدنا لون الشعر وصلنا إلى هالمرحلة بس شوفوا التناسق بين الجذور والأطراف شون كانت الجذور وشون صارت الجذور والأطراف يعني أكو تناسق ولو أكو فرق بسيط وإنما أكو تناسق احنا نقول تناغم بين الألوان يعني بين الألوان الشعر فبنات قررت اليوم بما أنه هي يطلع لها شيء بهواية من المقدمة الشعر وش راح نسوي راح أسحبلها خصل بسيطة الخصل اللي راح أسحبها فقط على أطراف الشعر يعني راح خل نقول أسوي لها داير ما داير على شعرها استخدمت بنات أوكسيجين أبيض وهو أكيد الأوكسيجين أبيض طبعا علسة استخدمت أوكسيجين 20 وبلوندر أبيض طبعا بنات بهاي الصبغة كلها الأوكسيجين كلها استخدمت 20 ما استخدمت أعلى من عيار 20 وصبغات أكيد وضحت لكم إياها والبلوندر هو أكيد البلوندر الأبيض اللي على طول أعرضي لكم إياه وشوفوا وأعتقد شاه من كواف فدائما بنات من تجون تختارون لون أو تصبعون شعركم خلي نقول أعتمد على بالبداية اختيار اللون وبعدها يلا أشوفوا شون راح أصبغ شعري أو شون التكتيكات اللي راح أسويها بشعري هسا بنات بعد ما أصبغنا الشعر وكملنا وحضرنا الأوكسيجين والبلوندر شوفوا تقسيمة الشعر بنات طبعا هذا اللي لافت بالقراسة نهائيا ما راح أشتغل عليه وهذا الشعر اللي باقي هأخذ منه بين خصلة وخصلة يعني بين خصلة وخصلة مو أخذهم على حيد لا مثل ما دا تشوفون أخذت خمس خصلة من فوق ومن الأطراف على خصلتين خصلتين ومن الجانب همين خصلة فطريقة كلش بسيطة بنات وطريقة كلش حلوة أو تضطينا شكل حلو للشعر بغض النظر عن إنه إحنا راح نعدل على اللون أو كذا راح شوية الشيب يختفي عندك الفترة أطول بنات للرنساج راح أستخدم 10.0 و1.0 اللي هو الأسود راح أستخدم مثل ما دا شوفوا تقريبا ربع عصارة حسب كمية الخصل اللي أنتوا سويتوها تقريبا ربع عصارة استخدمت من 10.0 وأخذت من 1.0 همينة على قد نص ملعقة استيكان أو أقل النص يعني أقل النص خلينا نقول حبة حمص أو حبة حمص وشوية هي تشيشي هذولا بنات راح أخلطهم طبعا دائما من تخلون أسود بالرنساج الصبغة السودة من تخلوها بالرنساج لازم تحركون الصبغة كلش مضبوط لأنه إذا ما حركتوا الصبغة راح الشعر عدكم يصير رش يعني يضرب بالرنساج طبعا بنات راح أخلي أكسجين 20 شوية ورح أخلي همينة ما يكاسر هذا الخليط كله بمي ليش لأنه أنا مخلي صبغة سودة إحنا راح نسوي رنساج الرنساج دائما نخلطه لو بمي لو خلي نقول بشامبو أزرق نشتغله حسب الصبغة وحسب الميش الموجود فبنات اليوم أفضل أسوى الرنساج أحسن من الشامبو الأزرق ليش لأنهم صبغة سودة متوفرة بكل الأماكن شامبو الرنساج هم متوفر بكل الأماكن بس شامبو الرنساج ما راح يطيني النتيجة اللي آني هسه راح أطلعها شامبو الرنساج مجرد يكسر لي اللون شوية ما راح يطيني لون حلو للشعر بنات خليت المي طبعا الكمية اللي استخدمتها للرنساج شقد أنت مخالية صبغة تخلين بقدها على قد ثلاث مرات مي ماكو أي مشكلة على قد ثلاث مرات تخلين مي ماكو أي مشكلة بنات بعد شنون نبردت أقول لكم العنساج ما صورتكم إياه لأنه كان على المغسلة وما قدرت أصوره الشغلة الثانية الخصر اللي سحبتها وصلتها درجة بين ثمانية والتسعة دائما حتى يكون عندك الميش أو التخصيل ناجح لازم توصلين درجة تسعة بالقصر إذا شنتي ناوية توصلين ألوان فاتحة أو ألوان خلي نقول تلجيات أو خلي نقول رصاصي أو هاي الألوان كلها تحتاج درجة تفتح كلش عالية لدرجة تسعة طبعا بنات ما أدرش نبعي جيت أقولكم أكيد أخليكم هي النتيجة أتمنى يعجبكم الفيديو أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصيكم كل شي جديد والنتيجة طبعا كلش حلوة وخيالية أحبكم كلش هوايا ووايواي مع السلامة